موسيقى هنا القاهرة موسيقى موسيقى أبل فضيلة اسم له ثقل عند الكبار والصغر اسم يعني الكثير للأطفال فعلى أنغام برنامجها يجلسون لسماع حدوت جميلة تقصها عليهم أبل فضيلة التي نحتفل الآن بعيد ميلادها التاسع والثمانين أبيب الحلوين وكان يا مكان يا سعد يا إكرام ولا يحلى الحديث والكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام فأبل فضيلة شخصية مؤثرة في كثير من الأجيال عن طريق أشهر برنامج للأطفال بالإذاعة المصرية في الوطن العربي كله حيث تميزت بصوتها وأدائها الجميل والبسيط لوصوله مباشرة إلى قلب وعقل الأطفال خلال سردها الحكايات والقصص التعليمية لهم لتجذب الملايين منهم وتساعد الآباء بشكل إيجابي على ترسيخ القيم والمبادئ التربوية لدى أبنائهم ومنذ ذلك الوقت أصبحت قبل فضيلة أشهر مقدمة برامج للأطفال تاني يوم ست العجوزة قدت البنت أمحاية وقالت لها خذي الأمحاية دي وعمليها رغيف أكل منه لغاية ما أشبع البنت تسمعها تستغرب الستة دي إيه؟ أمحاية أمحاية واحدة عملها رغيف طب إزاي كده؟ والرغيف ده إن شاء الله حيبقى قد إيه؟ قد رس النملة؟ لا، الستة دي مش همسع أفضل عنه فالسيدة التي ارتبط صوتها في عقولنا بالحكاية والقصص وننطق اسمها وكأنها أحد أفراد العائلة بدأت مشوارها الإذاعي كمذيعة ربط عام 1953 وبأحد أيام عملها قابلت الرائد الإذاعي محمد محمود شعبان والشهير ببابا شارو فقالت له أتمنى أن أعمل كمقدمة برامج للأطفال فأجابها بابا شارو أنه هو من يتولى العمل على هذا الملف الإذاعي وحده ثم بعد ذلك بدأت بتقديم النشرة الإغبارية بالإذاعة حيث تطورت إمكانياتها وخبراتها على يد الإذاعي الكبير حسني الحديدي والذي هو من أشهر مديعي نشرة الأخبار بالإذاعة المصرية وفي عام 1959 تحقق حلمها بالعمل على أشهر برنامج للأطفال بمصر والوطن العربية وهو ما يعرف بغنوة وحدوتة والتي استضافت خلاله شخصيات كثيرة ومن أبرزها الكاتب الكبير نجيب محفوظ والروائي أنيس منصور والدكتور فاروق الباز والفنان محمد عبد الوهاب والشعر كامل الشنوي والملحن سيد مكاوي والمطرب عبد الحليم حافظ والدكتور يحيى الرخاوي فكل عام وقبل فضيلة بألف خير اشتركوا في القناة